مع بعض معي بعد الفاصل أعزائي طلبة وطلبات السنوات العامة في مراجعة ليلة الامتحان أول تعديل اقتصادي لصالح البدو ظهر على يد أول واحد عمل تعديل اقتصادي لصالح البدو نابليون محمد علي إسماعيل توفي ركز معي أول تعديل اقتصادي هتكلم عن مين عن محمد علي لما منح زعمائهم إيه ملكيات كبيرة فتحولوا من الترحال إلى الاستقرار والمشاركة في الحياة المدنية طيب لو جيت قلت هنا مثلا خلينا برضو في نفس السؤال ده بدل ما نكتبه تاني أول تعديل أول تعديل أول تعديل هنشيل كلمة ايه اقتصادي ونحط مكانها أول تعديل سياسي أول تعديل سياسي لصالح البدو ظهر على يد مين هنقول في الحالة دي نابليون هو اللي دخل البدو عندي الديوان العام لما قلنا رؤساء الايه العربان من الأهداف الرئيسية للتعليم في عهد محمد علي إيه الأهداف الرئيسية للتعليم في عهد محمد علي إنه يعمل ايه الهدف كان سياسي اقتصادي ولا اقتصادي عسكري ولا سياسي وثقافي ولا اقتصادي وثقافي هدف محمد علي من التعليم ايه طبعا هدف محمد علي من التعليم زي ما احنا عارفين هدف اقتصادي وهدف ايه عسكري محمد علي عاوز يبني الاحتقار ويعمل المجهود الايه الحربي فده كان بيحتاج من محمد علي التعليم يخدم نواحي مختلفة او معينة في الدولة زي ده تطور التعليم تمام في عهد مين في عهد محمد علي في مصر لأول مرة طب ايه الدليل على زيادة التعليم في مصر في عهد محمد علي الاول مرة اول حاجة انشاء الديوان الخاص للاشراف على المدارس اتنين ارسال البعثات التعليمية للخارج رقم ثلاثة انشاء المدارس المتخصصة في انواع العلوم الاستغناء عن الازهر ماناش علاقة بالازهر نقول ايه اول حاجة تثبت زيادة التعليم في عهد محمد علي طبعا او في مصر انشاء ديوان المدارس نظر لتعدد المدارس والتسعي نطاقها محمد علي عمل ديوان المدارس كهيئة للاشراف على ايه؟ على التعليم في مصر كان هناك كان هناك علاقة بين سياسة نقط وعقد بريطانيا بريطانيا عقدت ايه؟ بلطة ليمان اغسطس الف تمنمية تمانية وثلاثين العلاقة قد بنت ايه واستاذ بين سياسة الاحتقار اللي اتباحها محمد علي ولا سياسة الواردات اللي احتقارها محمد علي ماشي ولا سيطرة محمد علي على التجارة الخارجية ولا التجارة الداخلية ها اختار في علاقة بين ايه؟ وعقد بريطانيا معادة بلطة ليمان بنقول نظام الاحتقار حد يقوله تب سياسة الواردات لا سياسة الواردات جزء من سياسة الاحتقار هو محمد علي احتقار كل شيء بما فيها سياسة الواردات وقال الدولة القوية بتزيد صدراتها على ايه؟ على وارداتها تمام برضو نفس الكلام لما اقول كان هناك علاقة بين نقط وضرب الاقتصاد المصري الكلام ده كان في عهد مين بقى؟ محمد علي العلاقة بين ايه؟ هل العلاقة بين انجلترا وضرب الاقتصاد المصري ولا نظام الاحتقار ولا حرب الشام الاولى ما بين السلطان ومحمد علي ولا السلطان العثماني نفسه ركز معايا جدا في علاقة بين نقطة وضرب الاقتصاد المصري في عهد محمد علي العلاقة بين ايه؟ هل هي انجلترا السبب؟ ولا نظام الاحتقار؟ ولا حرب الشام الاولى؟ ولا السلطان العثماني؟ طبعا ما ينفعش اقول نظام الاحتقار لان نظام الاحتقار مضربش الاقتصاد بصورة مباشرة انما اللي استغل ضرب الاقتصاد انجلترا من خلال حرب الشام مع السلطان العثماني وعملت انجلترا على الوشاية عند السلطان ضد محمد علي وهاتلو غيره نظام الايه؟ الاحتقار تمام ازدهرت الزراعة في عهد خلفاء محمد علي بسبب واحد سقوط نظام الاحتقار اتنين معهد بلطة لمن تلاتة قانون المقابلة اربعة قانون التصفية الزراعة ازدهرت في عهد خلفاء محمد ايه؟ علي بسبب ايه من دول؟ ها مع بعض من القانون المقابلة لان ادى الازدهار الملكية الزراعية واستقرار الفلاحين وانتعاش الزراعة التزمت مصر عسكريا بمعهده بمعهده لندن الف تمنمية واربعين من خلال خلال ايه؟ توسعات اسماعيل في الجنوب حرب القرم الف تمنمية تلاتة وخمسين تلاتة التوسعات في السودان اربعة حروب الحبشة مصر التزمت عسكريا التزمت عسكريا بنص مقاعدة لندن نخلي بنا كده من خلال حرب ايه؟ القرم ازاي حرب القرم؟ لما قالوا كده في حرب القرم ان قوات مصر البرية والبحرية جزء من قوات الدولة الايه؟ العثمانية النتيجة مصر يا استاذ سعدت السلطان في حرب القرم بالاتزام وفي نفس الوقت انتعاش للصناعة الحربية في مصر قل قل انتاج مصانع الحكومة واغلق معظمها معظمها تأفل بعد تنفيذ ركز معايا بعد تنفيذ نقط المصانع أفلت وقل انتاجها بعد تنفيذ نقط بلطة ليمان اتنين لندن بلطة ليمان طبعا كالستة 38 لندن 1840 تلاتة فرماني 1841 حرب الشام الاولى 832 قل انتاج مصانع الدولة اقول لكم معظمها طبعا بعد الكلام ده كان بعد انت بعد سكوت الاحتقار بس سكوت الاحتقار اتنفذ امتا اتنفذ بعد بلطة ليمان ولا بعد معاهدة لندن بعد تنفيذ لندن ركز معايا تاني كده قل انتاج مصانع الدولة واغلق معظمها بعد تنفيذ معاهدة بلطة ليمان معاهدة لندن فرمان 41 حرب الشام دعا احنا نستبع لعشان السؤال مهم شوية هنستبع لحرب الشام الاولى وهنستبع لفرمان كام 41 فقل مصانع الدولة او اتقفلت مصانع الدولة بعد تنفيذ انهي في الاتنين بلطة ليمان هي بلطة ليمان ما تنفيذش اصلا سنة 38 امال امتى اتنفيذ تاربعين بما انها تنفيذ تاربعين ليه لان بلطة ليمان جزء من معاهدة ايه لندن فلما نفذنا لندن تم تنفيذ بلطة ايه ليمان تبقى نقول هنا تم اغلاق مصانع الدولة او قلل انتاج المصانع ويقولك المعظم بعد تنفيذ معاهدة لندن التي قدت الى تنفيذ بلطة ليمان يعني ايه بص معايا كده لما نقول يا واستاذ تم سقوط الاحتكار بعد تنفيذ معاهدة نقط في الحالة دي هقول لندن 1840 تب لما اقول تم تنفيذ بلطة ليمان في اطار تسويت لندن تاني معايا كده تم تنفيذ بلطة ليمان في اطار تسويت ايه لندن انما تم التنفيذ بعد ايه لندن اه بعدها بنقول تشابهة اسماعيل في قانون المقابلة مع نقط واحد عباس حلم التاني اتنين سعد زغلول تلاتة توفيق اربعة صورة يوليو اتنو وخمسين اسماعيل تشابه في قانون مقابلة مش القانون قالك ايه بيع عرض الدولة للفلاحين هنبيع عرض الدولة المين للفلاحين تم وبعدا بيع عرض الدولة للفلاحين في مقابل تم من من ناس عمل الكلام ده سعد زغلول لما قالك بيع جزء من اراضي الدولة للصغار للفلاحين ما تقولي هنا سورة اتنين وخمسين لا اتنين وخمسين ده حاجة تانية خالص ده كان فيه حاجة اسمها قانون الاصلاح الزراعي قانون الاصلاح الزراعي مصادرة الارض وبعد كده ايجار او تمليك او بيع دي كانت قصة تانية ومش عندنا انما اللي الشبه وضع عندنا هنا اسماعيل لما باع الارض للصغار للفلاحين اه تشابه مع وزارة مين سعد باشا زغلول طيب نظر لسياسة مصر نظرا نظرا لسياسة مصر سياسة ايه مصر في عهد محمد علي اقتصاديا ادى لظهور الملاك بشكل نقط سياسي اقتصادي اجتماعي عسكري سياسة محمد علي اقتصادية قد تزور الملاك الملاك زوره بشكل ايه السياسة اقتصاد اجتماعي عسكري طبعا هنا الكل يقول ايه بشكل سياسي لانهم دخلوا المجالس اللي عملها سواء محمد علي او اللي عملها حفيل اسماعيل او اللي عملتها انجلترا الملاك ظهروا بشكل هنا ايه سياسي نظرا لسقوط نظرا لسقوط الاحتقار ادى لظهور ظهور ايه الملاك قلنا بشكل ايه سياسي نظرا لسقوط سياسة الاحتقار ادى لظهور الملاك بشكل سياسي زي ما قلنا وبعديها اجتماعي وبعديها عسكري وبعديها اقتصادي طب والسؤال ده يا استاذ السؤال بتاع المرة اللي فاتت تاني كده نشوفه مع بعض انت قلت هنا هو يا استاذ نظرا لسياسة محمد علي الاقتصادية ايه ظهر الملاك بشكل سياسي لانه قدام ارض في داخل المجالس النيابية طب هنا نفس الكلام نظرا لسقوط الاحتقار ظهر الملاك بشكل ايه برضو بشكل سياسي ليه انا بتكلم على سقوط الاحتقار على الوضع الاجتماعي وبنقول تعاظم دور الملاك بشكل سياسي وتطلعه للمشاركة في الحال السياسي السؤال ده مهم جدا اللي هو ايه بيقول اثر سقوط الاحتقار على الاوضاع الاجتماعية او بنسميه الساس الباب المفتوح لما سيئت الاحتقار على الوضع الايه الاجتماعي الكلام ده قد الى ايه اه تلت حاجات عندي بالنسبة للصناعة تدهور التواقف التجارة زياد الاجانب وتدهور التجارة المحلين الزراعة اللي اكتبالوا اردور الملاك وتطلعوا للمشاركة في الحياة السياسية طبعا هم ظاهروا في صورة كبيرة في عهد من اسماعيل من اسباب من اسباب تعميق الازدواجية الثقافية في مصر اسباب تعميق الازدواجية الثقافية في مصر واحد معاهدة لندن 1840 اتنين بلتاليمان 1838 تلاتة حرب الشام الاولى رقم اربعة موقعة نزيم ايه سبب الازدواج الفكري ايه سبب الازدواج الفكري سبب الازدواج الفكري تنفيذ بلتاليمان يا راجل اه هو تنفيذ بلتاليمان ادى على سقوط الاحتقار ودخول الاستثمارات الاجنبية خاصة في التعليم الاستثمار الاجنبي لما دخل في التعليم دخلت المدارس الايه الاجنبية طيب كان هناك علاقة كان هناك علاقة بين دخول المدارس الاجنبية مصر وظهور نقط واحد دار المعارف اتنين الجمعية الخيرية الاسلامية رقم ثلاثة مدارس البنات اربعة حرية الصحف في علاقة من دخول المدارس الاجنبية وظهور ايه في دول نقول على طول يا استاذ الجمعية الخيرية الاسلامية ليه يا استاذ لان المدارس الاجنبية عملت على تعميق الاجدواجية الثقافية تعميق الاسدواجية الثقافية طب تعميق الاسدواجية ظهرت الجمعية الايه الخيرية ظهرت الجمعية الايه الخيرية لمواجهة طغيان المدارس الايه الاجنبية طيب نفس الكلام برضو لما نقول تشابهت تشابهت الصحافة في مصر في عهد مينو الصحافة في مصر في عهد مينو مع الصحافة في عهد نقاط ركز باك في السؤال ده تشابهت الصحافة في مصر في عهد مينو مع الصحافة في عهد مين بقى واحد لما نقول اسماعيل اتنين الصحافة في عهد توفيه خلي ملك توفيه كان عنده صحافة كتيرة تلاتة عباس حلمي التاني اربعة فاروق تشابهت الصحافة في مصر في عهد مينو في ظل الحكم الفرنسي مع الصحافة في مصر في عهد طبعا احنا عايزين نحدد يعني عشان نوصل لازم نعرف اهداف الصحف دي ايه واهداف الصحف دي ايه هتقول انا واستاذ الصحافة في عهد مينو تشابهت مع الصحافة في عصر اسماعيل ليه مينو كان بيدافع عن نفسه من خلال الصحافة وبينشر كل اللي عزاء اللي عملوا عشان الناس تحبه ومتقومش مع انجلترا والعصمانيين واسماعيل برضو الصحافة كده بدفع عهده عشان الديون والناس توقف معاه ايه ضد الازمة الايه المالية اه برضو لما نقول الصحافة كان لها دور خاطرة عندنا جدا كان للصحافة دور في تدعيم النفوذ السياسي لكل من لكل من مين بقى واحد نابليون ومينو اتنين نابليون وتوفيق تلاتة مينو واسماعيل اربعة اسماعيل وعباس حلم التاني كده احنا لسه الانها دلوقت سهلة هي مهماش مشكلة تاني الصحافة لها دور في تدعيم نفوذ كل من مين تقول يا واساز مينو واسماعيل الاتنين الصحافة كانت ايه بتساعدهم برضو كان هناك علاقة بين الازمة المالية والتدخل الاجنبي وحرية واحد الملكية اتنين الرأي تلاتة الصحف اربعة تعليم سهلة دي ايه لسه نتكلم فيها من شوية فيه علاقة بين الازمة المالية والتدخل الاجنبي وحرية ايه الصحافة لما اسماعيل صاحب الصحافة دي كتب بايه بحرية حتى يمنع التدخل الاجنبي وعملت على نارة ازهان المصريين ارتقى مستوى الوظائف العامة في عهد واحد محمد علي محمد علي اتنين اسماعيل تلاتة توفيق اربعة عباس حلمي التاني الوظائف العامة ارتقى مستوى في عصر من اوستهاز تقول اسماعيل على طول دي مش محتاجة تفكير سهلة هي لنظرا لان تولاها خديج المدارس واعضاء الايه البعثات التعليمية كان الانكماش السياسي والاقتصادي الانكماش السياسي والايه والاقتصادي سببا في تقلص الدووين بداية من عهد واحد نقول عباس اتنين سعيد تلاتة اسماعيل اربعة توفيق الانكماش السياسي والاقتصادي سبب في تقلص الدوون كانوا كام حوالي سبعة بقم كام اربعة تختص بامور سيدية الكلام ده كان مع مين يا استاذ ها نقول يا استاذ في عهد من عباس اول واحد لان الانقسام هنا والتقلص بدأ منزو عهد ايه عباس بعد محمد علي ايه مباشرة برضو لما اقول عندي كان هناك علاقة بين الازمة المالية وانقسام السلطة في عصر نقط في علاقة من الازمة المالية وانقسام السلطة اه في عصر مين بقى بالزبط واحد عباس سعيد اسماعيل توفيق لما نيجي نحلل هنا الازمة المالية بدأت في عصر مين اسماعيل طب ما هو ايه نقول عندك سعيد استهلا بس ما حصلش ازمة ايه مالية عنده فلما حصل عندي هنا يا استاذ ازمة مالية في البلد حصل تدخل اجنبي التدخل حصل في عصر مين اسماعيل في حصل انقسام لايه للسلطة زي مقلنا برضو من شوية وانا بتكلم فين في جزئية من الفصل اول اول من بدأ سياسة تمصير الوظائف اول من بدأ سياسة تمصير لايه الوظائف في مصر واحد نابليون اتنين محمد علي رقم ثلاثة اسماعيل اربعة توفيق اول واحد بدأ سياسة تمصير في الوظائف في مصر مين بالضبط هو نابليون لما حط القاضي المصري او جعل العلماء المصريين يتقولون القضاء بدأ من مين من التورج لتمصير وبرضو هقولك كده الوان التمصير في مصر سياسة التمصير في مصر واحد اول من بدأ التمصير نابليون اتنين محمد علي تلاتة اسماعيل خلنا بقى كلمة التمصير يعني اشير الموظفين ايه الاجاني بحط الموظفين مصريين كلمة التمصير احيحط الموظفين مصريين نابليون محمد علي اسماعيل طيب بعدهم مين جورست المندوب الانجليزي بعدهم مين سعد باشا زغلول كده عندي خمسة اهو طيب راكم ستة من اللي عمل تمصير تاني صورة اتنين وخمسين بتاعت يوليو لا دول تحفظهم الكويس اوي تحفظهم الكويس اول لا يخليكم اوي تاني لما عندي سياسة تمصير في مصر سياسة تمصير في مصر نابليون محمد على اسماعيل جورة سعد زغلول صورة يوليو كام اتنين وخمسين اه برضو لما نقول يعود الاعتماد او يعود اعتماد محمد علي في الوظائف على الترك محمد علي اعتماد في الوظائف الادارية على الترك ركز كده يعود اعتماد محمد علي او يعود الاعتماد على الترك في عهد محمد علي في الوظائف الادارية الى ايه السبب ان محمد علي اعتماد في الوظائف على الترك يا استاذ واحد نظام الاحتقار اتنين تكوين الجيش رقم تلاتة الحروب الوهابية الحروب الوهابية رقم اربعة حرب الشام ركز كده يعود الاعتماد لمحمد علي في الوظائف على الترك ليه محمد علي اعتمد على الترك ليه ليه الترك بالرغم ان محمد علي كانش يحب الترك السبب هل احتقاره ولا تكون الجيش ولا الحرب الوهابية ولا حرب الشام نقول الحرب الوهابية اعلاجت الحرب الوهابية ان محمد علي بيعتمد على التورك. هو مين عند اللي كان بيدير شؤوني البلاد الاول ومسك كل حاجة? المماليك. صح? طب محمد علي اضع لهم فين? في مسبحة الالعة. طب مسبحة الالعة سابها ايه? الحرب الوهابية. شوف اللفة. محمد علي واستاذ في الحرب الوهابية. لما السلطان طلب منه وصفت للحجاز للحركة الوهابية. خشى محمد علي المماليك فعمل لهم مسبحة الالعة. لذلك انا بقول انتهى نفوز المماليك هي اسياسية حاكمة. المماليك انتهى فحل محلهم التورك واسرة محمد ا علي. نخلي بنا الله خليكم من السؤال ده. طيب. تمام. من الاسباب اللي دفعت محمد علي الى التمصير. ركز كده. من الاسباب التي دفعت محمد علي الى التمصير. يعني ايه كلمة التمصير? اللي هو التمصير هو وظائف اللي هو يحط المصريين محلل ايه? التوركة او الاجانب. واحد. مسبحة الالعة. اتنين. تكوين. القوة العسكرية. تلاتة. التوسع في السودان. اربعة. حرب الشام الاولى. ايه الاسباب اللي دفعت محمد علي للتمصير? محمد علي واستاذ. تاني محمد علي عمل على التمصير بسبب مسبحة الالعة. تكون كوة عسكرية. التوسع في السودان. حرب السودان. حرب الشام. حرب الضبط. اللي ايه? القوة العسكرية. ايش ما قال القوة العسكرية? هو مش محمد علي لما راح جند الجمال ايه السودانين? التجربة نجحت وقال لك فشلت. قال لك فشلت. فمحمد علي ما كانش قدامه غير انه هو يتجه سنة 1824 لتجنيد مين? المصريين. وعشان كده محمد علي بدأ سياسة التمصير الكبيرة دي من 24 في تمصير الايه? الجيش. بدأ ظهور المحاكم المتنوعة في عهد واحد مينو? اتنين محمد علي تلاتة سعيد اربعة اسماعيل انا بقول بدأ انا بتكلم على البداية ما هو عندك سعيد عنده تنوع واسماعيل عنده تنوع طب هو عندي ايه? مينو? لأ مينو ما عندهش تنوع انا عندي انا اللي عمل تنوع في المحاكم محمد علي طب ما تقول لي مينو عمل تنوع في المحاكم لا ما ينفعش اقولك مينو بقى عمل تنوع في المحاكم ليه? لما قول مينو عمل تنوع في المحاكم ده مينو انشأ محاكم للطواقف وفي الاول وفي الاخر هم كلهم ايه? اجانب كلهم اجانب عندي انا ما عندهش مصريين لما محمد علي اول من بدأ فيه تنوع الايه المحاكم طيب لما اقول شرعة محمد علي في بناء الاسطول منذ دخوله حروب ناحية انا هشيل لك الاسم بقى وحطت لك ايه وحطت لك مكان اتجاه محمد علي شرعة في بناء الاسطول منذ الكلام ده كان سنة عشرة منذ دخوله حرب ناحية ايه الشرق ام الغرب ام الشمال ام الجنوب ها اختاروا محمد علي شرعة في بناء الاسطول منذ الف تمام عشرة منذ دخوله حرب نقط ناحية ايه في دول يا استاذ دول حرب ناحية ها يلا بسرعة حرب ناحية الشرق اللي هي الحرب الوحابية لما محمد علي رح يحارف في الشرق فاشرع في بناء الايه القسطول المصري طيب كانت بداية اشتراك نقطة مثلا بسيطة بس مهمة وسهلة ومباشرة كانت بداية اشتراك المصريين كجنود في الجيش المصري 1824 لفشل الكلام ده حصل يعني محمد علي دخل المصريين واشتركوا في الجيش وانذو 1824 زي ما قلتلك من شوية نظرا اللي فشل اتجاه محمد علي لاعتماده على جيش واحد من الجنوب الشمال الشرق الغرب طبعا اتقول طبعا الاعتماده على جيش الجنوب اللي هو ايه تجنيد السودانيين وفي الاخر المحاولة نجحت اقول لفشلت المحاولة ايه فشلت بتاع السودانيين نخلي بالنا برضو لو جيت اتكلمت وقلتلك محمد علي اعتمد في تكوين الجيش المصري او اعتمد في البداية على جنود من السودان لما نيجي نقول محمد علي جند المصريين ونجحت التجربة او التجربة تمت بنجاح كبير 24 واتسع قاعدة التجنيد محمد علي جاب زباط من فرنسا لادارة ايه الجيش وتنظيم مدرسه وارسل بعثات للخارج ونجحت التجربة هنا وبقول بصورة كبيرة واشترك المصريين لاول مرة في حرب اليونان تبقى اول اشترك فعلي للمصريين في الجيش حرب اليونان تاني اول اشترك فعلي للمصريين في الجيش في حرب ايه اليونان كان الاساس في الصراع بين محمد علي والدول الاوروبية الاساس في الصراع بين محمد علي والدول الايه الاوروبية ايه الاساس يا استاذ هل هو اساس سياسي ام اساس اقتصادي ام عسكري ام اجتماعي محمد الاوروبة حصل بينهم صراع تمام انا معاك الصراع ده اساسه ايه سياس اقتصادي عسكري ها خليك شاطر تقول صراع اساسه ايه اقتصادي ليه يا استاذ لان انا عندي لما بقول بعد معاهدة بالتاليمان اللي حصل زالت موجة العداء الاوروبي لمحمد علي القصة انا قصة اكل ايش قصة فلوس وشغل بس انما مش القصة اقتصادية او سياسية او عسكرية بعد ما اتضرب محمد علي في معاهدة لندن وعملوا ايه نفيز بلطة نفيز بلطة ليمان وسيئة الاعتقار ودخل الانتاج الاجنبي خلاص الموضوع مش في دماغهم بقى ان الاساس في الصراع اساس ايه اقتصادي هقول برضو السؤال ده تاني كانت بداية اشتراك المصريين في الجيش بداية اشتراك المصريين فين؟ في الجيش حرب ناحية برضو الجنوب الشمال الشر الغرب ها اختار كده كانت بداية اشتراك المصريين في الجيش حرب ناحية ايه؟ تقول للشمال ليه حرب اليونان حرب ايه؟ اليونان اركز فيها الله يخليكم مع بعض دي قوي لما نجي نقول حرب اليونان من الحروب المهمة كانت كانت حروب الحجاز كانت حروب ايه؟ الحجاز ذات تأثير سلبي على ركز كده انجلترا المانيا فرنسا تركيا تاني معايا حرب الحجاز لا تأثير سلبي على انجلترا ولا على المانيا ولا على فرنسا ولا على تركيا ها تاني حرب الحجاز لا تأثير سلبي على مين في دور انجلترا المانيا فرنسا تقول لي على المانيا ايه اللي دخل الالمانيا في الموضوع او استاذ فاكر انت لما قلنا سكة حديد برلين قزمة في الكويت طابة في مصر حد فاكرها اركز معي لما قلنا خط الحديد العثماني الالماني اللي هيبدأ منين من وسط اوروبا ينتهي المطاف بيه بصي جدا ده الخليج العربي تمام دي العراق محمد علي لما راح المنطقة بتاعت ايه بتاعت الخليج العربي مش محمد اراح هنا من اللي زعلت انجلترا راحت فرض اتفاقية 820 على الخليج وفي الاخر راحت وضع راس الخليج 1899 تطول اتفاقية العشرين وضعت قاله الصباح تحت التوجيه الايه الانجليزي طيب المانيا بقى جاب قطر كلمة المانيا هيعد مضيك البصفور يخش الاسيتانا بغداد يخش على قزمة في الكويت وفرع تاني جعل طبع فين في مصر الخط الحديد ده خط كبير وتعالت صيحات هذا الخط الاسلامي الالماني انجلترا وقفت الخط وقفته ازاي لما جات المانيا تخش هنا وانطقة الكويت وانطقة جنوب العراق انجلترا لا 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 حد شي جنة البلاد دي تحت التوجيه الانجليزي تحت التوجيه الايه ففشل الخط الالماني ولقى الخط الاخر الى طابة نفس المصير انجلترا لها خط اللي يجيب عندنا طابة دي ايه مصرية ومصر تحت الاحتلال ايه الانجليزي لذلك انا قلت ايل في حالة من حلقات المرجعة بتاع الفصل الكام التامن ان السبب في عودة طابة وبعض نقاط الحدود 1989 لمصر المانيا يا راجل او الله سينا رجعت كلها سنة 1982 طابة رجعت سنة 1989 وبعض نقاط الحدود من الفضل او من ليه دور في ارجاع طابة المانيا ليه لان لما المانيا جات تعمل خط سكة حديدة هنا سنة 1899 انجلترا لها لما ينفعش لانه طابة مصرية ومصر تحت الاحتلال الانجليزي احنا بقى لما ليه انجلترا اثبتت انه طابة مصرية مش حب فينا لا ده عشان تمنع المانيا من وصول السكة الحديد في مصر احنا استغلنا النقطة دي وطبعا ايه في محكمة العادل الدولية حكملتنا بعودة شريط ايه طابة ارتفعت ايه اللي ارتفعت مكانة مصر الدينية في النصف الثاني من القرن الثمنتاشر على يد ركز كده واحد محمد علي اتنين ابراهيم باشا تلاتة الشريف حسين اربعة علي بيك الكبير اختار ارتفعت مكانة مصر الدينية في النصف الثاني من القرن الثمنتاشر على يد من في دول محمد علي القرن الثمنتاشر يبدأ من الف وكان الف وسبعمية وواحد القرن الثمنتاشر هون تبقى نقول علي ده علي بيك الكبير النصف الثاني الف سبعمية كام تمانية وستين ارتفعت مكانة مصر الدينية هنغير اهو خلي بالك مش نفس السؤال ارتفعت مكانة مصر الدينية في النصف هنقول بقى النصف ايه الاول من القرن الكام التسعتاشر تقول ارتفعت على يد مين يا واستاذ على يد محمد علي لما السلطان اسند له شرافة ايه شرافة مكة شرافة مكة كده سؤالين بالنسبة الارتفاع مصر الديني تاني كده ارتفع دور مصر الديني يعني انت بتاعكم مكة مكة اكبر مكان يخص المسلمين في العالم وايه طبعا كل الحجاج بيجي من العالم لمكة فلما ارتفعت مكانة مصر الدينية في النصف الثاني من القرن الثمنتاشر الف سبعمية تمانية وستين ده علي بيك الكبير شنو علي بيك اخضع الحجاز والشام لنفوزه وتطلع في الانفصال والايه انفراد بالحكم وانفصال عن السلطان طبعا دي المرة الاولينية ارتفعت في مكانة مصر الدينية طبعا بالمرة التانية في النصف الاول من القرن التسعتاشر الف كام وتمنمية وداشر دخل محمد علي الحجاز في الحرب الوهابية سلطان ادي له ايه شرافة الحرم المكي فاصبح محمد علي شريف مكة بيد السلطان فارتفعت مكانة مصر الدينية تاني طبعا كانت مصر الدينية هنا بالنسبة للدين الإسلام ارتفعت مرتين مرة على يد علي بيك الكبير ومرة على يد مين محمد إيه علي كانت توسعات محمد علي توسعات محمد إيه علي في توسعات محمد علي في الجنوب والشمال الشرقي ركز كده قادي مصر اهي بحر أحمر اهو ركز كده قادي مصر اهي وهنا كده السودان توولك توسعات مصر فين بقى توسعات مصر فين بالزبط قالك كانت توسعات مصر في الجنوب قادي الجنوب اللي هو السودان وفيين تاني وفي الشمال الشرقي قادي الشمال الشرقي بهدف إيه أستاذ الأماكن دي محمد آآ راح بهدف إيه أول حاجة واحد ارجاع الفلاحين المصريين الهاربين من التجنيد والضرائم اتنين توطيد سيطرته رقم ثلاثة بناء قوة عسكرية كبرى أربعة تكوين هنكون إيه ظهير يعني حماية للحكومة المصرية المركزية اللي أقامها في القاهرة ركز كده توسعات محمد علي في منطقة الجنوب والشمال الشرقي الجنوب والشمال الشرقي ما لها أستاذ التوسعات دي بقى التوسعات دي بقى هدفها إنه رجع الفلاحين نقول لا توطيد سيطرته مالاش علاقة بالتوطيد بناء قوة عسكرية ما هو كده خلاص موضوع السودان ده فشل تكوين ظهير للحكومة المركزية القوية في القاهرة هي دي الإجابة واللي احنا بنسميها المجال الحي واللي امتداد لإيه الطبيعي تشابه موقف فرنسا تجاه محمد علي في معاهدة لندن 1840 مع موقفها من واحد واحد إسماعيل توفيق مصطفى كامل محمد فريد تشابه موقف فرنسا تجاه محمد علي بعد معاهدة لندن 40 زي موقفها من إسماعيل توفيق مصطفى كامل محمد فريد اختار تقول مصطفى إيه كامل ليه لأن فرنسا سندت مصطفى كامل وتخلت عنه بسرعة بعد الوفاق الود وحدثة فاشودا ده نفس المصالح السؤال اللي جالك في المتحانة الإيه التجريبي آآ برضو لما نقول من أكثر التأثيرات السلبية على محمد علي من السلطان العثماني والتي حرمت مصر ركز معي والتي حرمت ايه مصر من الاستمرار في نفس سياستها الخارجية ركز كده أكثر التأثيرات السلبية على محمد علي من السلطان العثماني والتي حرمت مصر من الاستمرار في نفس السياستها الخارجية واحد لندن 1040 اتنين بلطة ليمان 1838 بعدها فرماني 41 حرب الشام الأولى 32 ايه هو اكثر كلهم وحشين كلهم لهم تأثيرات ايه سلبية عندي لموان عندي الوقت عندي اكثر تأثيرات محمد علي اللي حرمت مصر بسمرار لندن بلطة الليمان فرمان ها اختار يلا بسرعة ها كلهم وحشين بس اختار ده ده اسوأ حاجة ده اسوأ حاجة زي ملتاك من شوية ان الفرمان ده حرم مصر من قوتها الايه العسكرية والاقتصادية موضوع الفلوس ده خلاص اتدمر في مصر والقوى الايه العسكرية قلت وعدم منها سفن حربية قام اسماعيل بتنشيط حركة المواصلات بين نقط راكز بها كده معايا واحد شر افريقيا وجنوب اسيا شر افريقيا وغرب اسيا غرب اسيا وجنوب افريقيا شمال افريقيا وجنوب اسيا ايه اللغبطة دي ايه كل ده قام اسماعيل بتنشيط حركة المواصلات بين افريقيا وجنوب اسيا شرقا اسيا وغرب اسيا هم غرب اسيا وجنوب اسيا وما رحش جنوب اصلا الشمال افريقيا وجنوب اسيا هوما رحش اسيا نهائي اذا اي حاجة هنا الوقتي فيها جنوب اسيا ما تلزمناش طبع جنوب اسيا ما تلزمناش جنوب اسيا ما تلزمناش جنوب اسيا ما تلزمناش طبعا كده عملنا ايه واستاذ ها شوف احنا طلعناها ازاي انا مروحش جنوب اسيا ومروحش جنوب اسيا ماشي وجنوب اسيا نفس الكلام بتعاية ايه او شامل افريقيا مروحطاش طبع ايه غرب اسيا والله شرق افريقيا شرق افريقيا وغربها مش هتفهموها برضو لما نرسمناها ايه خريطة بص معايا كده اه اه ادي خريطة بسيطة هنوضع فيها الحتة دي مهمة اوي ادي مصر ادي السودان فاكر انت الدور الحضارة للمصر مهمة جدا لما ولك عندي الدور الحضارة لمصر في القرن الافريقي الدور الحضارة لمصر مش قلنا اسمعيل هنا عمل مواصلات بين مصوع وسواكن وسواكن وقادي جدا وينبق اهو موطوق جدا اهو وينبق في المنطقة بتاعت ايه الحجاز وسواكن والسويس في مصر دي بقادي دي قارت ايه اسيا الجنب ده ايه شارك الجنب ده ايه غرب ده ايه جنوب ده ايه شمال تبقى ده بالنسبة اخر اسيا اهو لكن كما اخر اسيا اهو طب هو هنا ده شارق افريقيا البحر احمر شارق افريقيا تبقى ده غرب ايه اسيا طبق اسمعيل بالوقتي نشط المواصلات بابين ايه او استاذ شارق افريقيا وغرب ايه وغرب اسيا ده منطقة الحجاز تشابهت سياسة اسماعيل في شارق افريقيا اسماعيل في القرنة الافريقيا عمل حاجات جميلة جدا اسماعيل عمل حاجات ممتازة دور حضاري مهم تشابهت سياسة اسماعيل تشابهت سياسة من اسماعيل في حركة النقل والمواصلات في البحر الاحمر مع واحد الاطراق اتنين الفرنسيين تلاتة الانجليز اربعة الممليك تاني معايا كده تشابهت سياسة اسماعيل في حركة النقل والايه والمواصلات حركة النقل والايه والمواصلات ماشي في البحر الاحمر البحر ايه الاحمر مع مين يا استاذ الاطراق الفرنسيين الانجليز والممليك بالزبط اختار مين ها بسرعة هنختار فرنسا مش انت قلت عندك ان مين صارت السفن بين جده وينبع والسويس محملة بالشرانة الصوفية والقطن والحرير والبن ماشي طب نقدر نقول سؤال زيه كده لم قلت شابهت سياسة اسماعيل في شرق افريقيا بس مش هقول بقى ايه مش هقول في حركة المواصلات مع سياسة نقاط في مصر الاطراق فرنسا انجلترا الممليك ركز كده نفس السؤال هو بس ايه مش هنتكلم عن المواصلات تشابهت سياسة اسماعيل في شرق افريقيا مع سياسة نقاط في مصر نقدرونه مع سياسة برضو فرنسا لان اسماعيل لما راح هناك اهتمت بمجال الصحة وفرنسا اهتمت في مصر بمجال ايه في مجال الصحة طيب اه برضو نفس الكلام لقلنا فيه تشابه كبير جدا ما بين سياسة اسماعيل في القرن الافريقي والسياسة الرئيس عبد الناصر او سياسة مين اه مصر وصورة ايه يوليو طيب لما اقول ازهرت اصلاحات اسماعيل في البناء ازهرت اصلاحات اسماعيل فين في البناء والتشييد انه كان بيبني مساكن في القرن الافريقي ازهرت اصلاحات اسماعيل في البناء والتشييد في القرن الايه الافريقي الافريقي واحد القومية العربية الوحدة الاسلامية الرغبة في السيطرة وضع وضع بصمات تاريخية له في الجنوب تبقى لما ازهرت اصلاحات اسماعيل في البناء والتشييد في القرن الافريقي هنقول بقى ايه القرن الافريقي اللي هي كات مين اللي هي الصومال والصومال دولة ايه عربية تبقى الوحدة في القومية الايه العربية في القومية الايه العربية برضو بنقول عندي حاجات كتيرة في عاصل اسماعيل في الجنوب والحاجات دي مهمة معلش بقى احنا خلصنا وهنبتع برضو حلقات معنا مراجعة تاني يعني ان شاء الله احنا في ليلة الامتحان معاكم طول فترة العيد من يوم الحد من امتحان فلسفة حد اثنين ثلاث أربع خميس جمعة سبت احنا معاكم سبعة ايام كاملين في مراجعة ليلة الامتحان انا ما بسبش حاجة تاني بنجيب من الاول كل حاجة اهو ياريت نركز وياريت نشتغل وياريت بس ايام انا كلش لحمة كتيرة عشان ما حصلناش مشاكلها الامتحان سهل و بسيط معركة تحياته و اجمل امنياته لكم بالنجاح و التوفيق هذا احمد صلاح يحييكم و كل سلام انتوا طيبين مع الفسلام